تحلو اليوم ذكرى ميلاد زعيم الأمة العربية الراحل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الذي ولد في حي باكوس بالأسكندرية في عام 1918 وقاد زعيم الراحل مع مجموعة من الضباط الأحرار ثورة يوليو عام 1952 والتي غيرت مجرى الحياة والتاريخ في مصر في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية وتحديدا في الخامس عشر من يناير عام 1918 ولد قائد ثورة يوليو زعيم الأمة العربية الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر التحق عبد الناصر بالكلية الحربية وتخرج فيها في يوليو عام 1938 ثم انتقل عام 1939 إلى السودان وتم ترقيته إلى ردبة ملازم أول بعدها عمل في منطقة العالمين بالصحراء الغربية ورقي إلى ردبة نقيب في سبتمبر عام 1942 وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك وفي العام التالي انتدب لتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في الثاني عشر من مايو عام 1948 قاد عبد الناصر مع مجموعة من الضباط الأحرار ثورة يوليو عام 1952 التي غيرت مجرى الحياة والتاريخ في مصر وفي الرابع والعشرين من يونيو عام 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وهو ثاني رؤساء الجمهورية بعد زوال الحكم الملكي قرر عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في السادس والعشرين من يوليو عام 1956 وهو ما كان سبباً في العدوان الثلاثي على مصر وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك وبعد هزيمة عام 1967 اهتم عبد الناصر بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية ودخل في حرب استنزاف مع إسرائيل عام 1968 وكان من أبرز أعماله في تلك الفترة بناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي كما أنه من مؤسسي حركات دول عدم الانحياز وكان له بصمته الخاصة عند العرب وفي أفريقيا وظل رائداً لحركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الأفريقية حتى رحل عن عالمنا في 28 سبتمبر عام 1970 رحم الله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثالثة والخمسين لافتتاح السد العالي المشروع الأعظم في القرن العشرين وبدأ تنفيذ السد العالي بمبادرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتم افتتاحه في عهد الرئيس الراحل أنور السدات واعتبر يوم افتتاحه عيداً قومياً لمحافظة أسوان قبل 53 عاماً وتحديداً في الخامس عشر من يناير في العام 1971 افتتح أعظم مشروع صناعي في العالم تم إنشاؤه في القرن العشرين وهو مشروع السد العالي في أسوان ففي ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمثلت في رفض البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا تمويل عملية البناء والعدوان الثلاثي على مصر كان السد العالي معركة للتحدي والبناء فرغم تلك التحديات أصر المصريون على أهدافهم ورفضوا كل المؤامرات التي سعت لإجهاض تجربة مصر في التنمية والبناء والرخاء فوقفوا بجانب القيادة السياسية ليستكمل بناء السد الذي قاربت تكلفته المليار دولار وسهم الاتحاد السوفيتي فيها بنسبة الثلث فالسد الذي تم افتتاحه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدأ تنفيذه بمبادرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بلغ طوله 3600 متر وارتفاعه 111 متر واعتبر يوم الافتتاح عيدا قوميا لمحافظة أسوان ولما لا؟ فقد أصبح مساهما في حماية الوطن وتنميته بل ورفاهيته أيضا فكان السد العالي هو السبب الرئيسي في حماية مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإراد في الفترة من 1979 إلى 1987 حيث تم سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي وذلك لتعويض العجز السنوي في الإراد الطبيعي لنهر النيل بل وحمى مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من العام 1998 إلى العام 2002 والتي لو لاه لهلك الحرث والنسل وتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة أثارها المدمرة أيضاً كان للسد العالي مساهمات كبيرة في التنمية الزراعية والصناعية فقد أسهم في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وتحويل الري الحوضي إلى ري دائم وزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في زراعة الأرز وزيادة الثروة السماكية عن طريق بحيرة السد العالي وتحسين الملاحة النهرية طوال العام بل وسهم بما هو أكثر من ذلك فكان أداة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى فكان له اليط البيضاء في رفاهية الوطن مساهمات حفرها السد بأحرف من ذهب في تاريخ مصر الحديث ليصبح الاحتفال بافتتاحه واجبا وعرفانا بفضله فيما آلت إليه مصر من تقدم ورفاهية السد العالي حمى مصر من الجفاف السبعينيات وحمى مصر من الفياضنات المتراكمة عندما نزلت الفياضنات المتراكمة السد العالي هو الحديد والصلب السد العالي هو غير حياب السد العالي مجمع الألمنيوم أول 63 جيت السد العالي هنا بالأوراق بتاعتي وقدت شهاد التمريض من القوات المسلحة من 60 والتحق بشركة مصر أعمال أسمنت المسلح اللي هي عملت القواعد للسد العالي وبنت الإدارة وقد أحرشتك المدنة المحطة الكهرباء بمونا عربيات نجيبوا البراميل الزيت والشحم والحجات دية وندلوا الورش والبنزين نوزعوا لعربيات وإجازة السلر وتأخذوا الماء من إزنات السر ترجمة نانسي قنقر